الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير أخرج الإمام البخاري ومالك وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أوصني أو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني ولا تكثر علي أو أوصني وأقلل كما جاء في رواة الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما يوصي به بما يتناسب مع الذي سأله الوصية فلربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يحتاج إلى هذه الوصية على وجه الخصوص لعله كان شديد الغضب أو كان كثير الغضب أو كان غضوبا فناسب أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بما يهدئه وبما يتناسب مع شخصيته ومع طبعه وبما يصلح حياته ويصلح شأنه وأمره فقال لا تغضب فكأن الرجل حتى يعني تلاحظ في الكلام يعني كما قلت لعله كان غضوبا لأنه قال أوصني وأقلل أوصني ولا تكثر علي يعني دائما الغضوب يريد كلمة واحدة فكأنه يظهر من السؤال أنه يريد شيئا قليلا بسرعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب ومن غضب الرجل ردد مرارا أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب هذا معنى الرواية فردد مرارا يعني ردد الأمر بالوصية والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب نفس الإجابة لا تغضب لا تغضب هذا نهي والنهي منصب على ماذا؟ منصب على الغضب؟ طيب وهل يعقل ألا يغضب الإنسان الحر؟ الغضب جبلة طبيعة فطرة في الإنسان غضب يغضب سيدنا موسى غضب والنبي أعسام كان يغضب والصحابة كانوا يغضبون غضبان أسفة والغضب في خلقة الإنسان كالفرح تماما عند إذن تعلم أن الشرع وأن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء يخالف في الظاهر الفطرة فليس الأمر على ما تظن وإذا نهى عن شيء هذا يخالف الفطرة في الظاهر فليس الناهي على ما تظن كيف ذلك؟ لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فهل المراد الفرح اللوالي ابتسامه؟ لا ليس المراد هذا إنما المراد لا تفرح يعني لا تتكبر لا تتعالى على الناس لا تفرح وتتعالى وتفتخر بمالك على الناس وكذا وكذا المعنى واضح طيب لا تغضب معنى مطلق الغضب؟ لا النهي هنا منصب على أمرين الأمر الأول هو النهي عن مقدمات وأسباب الغضب النهي عن مقدمات وأسباب الغضب يعني لا تفعل أفعالا تلجئك إلى الغضب المنهعا تلجئك إلى الغضب لا تفعل أفعالا تلجئك إليه لا تتسبب بأسباب تلجئك إلى الغضب الذي يترتب عليه مفاسد تتكلم مع زوجتك فرفعت صوتها عليك فإن رفعت صوتك عليها ستزداد هي الأخرى وأنت ستزداد وهي وأنت ستطرق الأمر إلى المشاجرة ثم إلى الطلاق والفراق خلاص يقولك لا تغضب يعني إن ساحب يعني أنت الرجل معذرة مش معناه أنت رجل لا أن هي لابد أن هي تعمل كذا ولابد أن هي اللي تخرج انسحب أنت العاقب انسحب من المعركة الآن أخرج حتى لو قالت لك رايح فين أخرج لو أن هذا هو الحل لا تغضب يعني لا ترد عليها في هذه الحالة فترد عليك لأن الشيطان يحضر ليس شيطانا الشيطين تحضر في هذا الحفل الحفل الغضب ردي علي رد عليها ردي علي انسحب أنت لا تغضب لا تغضب انسحب أخرج إلى أصدقائك زر والدتك زر والدك زر صاحبك صلي بروح المسجد كما كان يفعل الصحابة سيدنا علي مرضى غضب فذهب إلى المسجد فنام حتى أنه سينام ذهب إلى فاطمة وقال أين علي قالت له في المسجد فلما ذهب إليه كان غضبان يعني ذهب إلى المسجد فوجده وقد نام على التراب فقال كم أبا تراب كم أبا تراب طيب أنت في عملك أو أنت في حوار مع أحد الناس مع أحد العملاء مع أحد التجار مع أحد الزملاء مع كذا مع كذا والأمر سيزداد ويشتط الخلاف ويشتد قف أنت قالوا أنك لا تستطيع الجواب يقوله قالوا أنك أنت أدرى بنفسك أنت تستطيع أنت تستطيع أن تفحمه وأن تستطيعه لكن أنت لا تريد أن تغضب ولا أن تقول كلمة يغضب وهو منك وأنت تغضب ثم يشتد الأمر ثم يكون الفراق ثم تلغى الشراكة بينكما ثم تلغى المصاهرة فيطلق أختك أو بنتك أو تطلق أخته أو بنته أو كذا هذا الذي يحصل بين الناس وزي الحديث المعروف من ترك المراءة وهو محق من ترك الجدال وهو محق في أكثر من رواية بني له بيت في الجنة معنى الروايات تترك المراء والجدال وأنت محق يعني حتى النوع صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو قال له لا تغضب يبقى النهي عن مقدمات الغضب يعني أنت ما غضبت بعد لسه ما غضبتش بالمعنى العامي فلا تدخل نفسك فيه لا تغضب طيب أغضبت حصل شيء وغضبت والغضب كما قلت من طبيعة الإنسان طيب قال لك لا تغضب يعني لا يؤثر عليك غضبك فتفعل أفعالا تندم عليها بعد ذلك يبقى هنا النهي عن آثار الغضب يبقى فيه نهي عن مقدمات الغضب حتى لا تغضب فإذا ما غضبت هناك ناهي عن أن تفعل أثرا من آثار الغضب تغضب فتسب لا لا تغضب قف هنا تغضب فتتشاجر لا لا تغضب تغضب فتقول كلمة ربما تكون كلمة شنيعة أو تسب أو تقذف تقذفه في عرضه قال لك لا لا تغضب انسحب الآن لم تستطع أن تنسحب قبل الغضب فانسحب بعد الغضب ولا يتغطبن عليه الأسر لا تغضب تغضب فتريد أن تقتل لا لا تغضب ولا تقتل ولذا مدح الله عز وجل هؤلاء الذين يتصفون بصفة كظم الغيذ يعني الله عز وجل لن يتركك هكذا أنت أنت خفت منه أنت استمعت إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام فيكافئك عليها فاسمع هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين إلى أن قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ ولم يقول سبحانه وتعالى والذين لا يغضبون ما في آية في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الذين لا يغضبون لا فيها والكاظمين الغيظ وقال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا وإذا ما غضب يعني أثبت الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ليس هناك ناهي أبدا عن الغضب ولكن هناك مدح لكاظم الغيز وفي حديث يعني أذكره من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله من الحور العين ما شاء أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا إذن كظم الغيز هذا هو الأساس هذا هو المهم هذا هو الضروري في حياتنا إذا كظم الوالد غيظه هدأ البيت إذا كظم الزوج غيظه هدأ البيت وسعيد إذا كظمت الزوجة غضبها هدأ البيت وسعيد إذا كظم المدير غيظه وغضبه صارت الأمور على ما يرام إذا كظم العامل غضبه والموظف غضبه والتاجر غضبه وكل الناس إذا استمعوا إلى هذه الوصية وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هدأت الدنيا حتى في الولاي في الصحيح أن رجلا كان غضب غضبا شديدا فقال نوع السلام لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا قالوا ما هي يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه هي المسكنات المهدئات أنا غضبت أستعد بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجلس أتوضأ كما في بعض الأحاديث أمشي أذهب إلى المسجد كما بينا في حديث علي كل هذه الأمور أن تأدر بعلاج نفسك المهم أن تفعل فعلا لا يجعلك تصل إلى هذه المرحلة أكثر الجرائم في هذه الدنيا أو كثير من الجرائم بسبب الغضب ابحث عن أسباب وعلى للجريمة خصوصا الجرائم القتل والانتقام وهذه الأشياء إنما بسببها بسبب الغضب مع أنها في الأول الأمر أمور تافهة أمور صغيرة جدا ممكن على رش بعض الماء في الشارع أو أمام المنزل تقوم القيامة ولا تقعد ممكن أناس يقفون في طابور فبعض الناس جاء ويريد أن يدخل صحيح النوع أخطأ يريد أن يدخل فقامت الدنيا ولم يرجع هو عن رأيه ومسك هذا في هذا وقامت المشاجرة العنيفة التي على إثرها سالت دماء وتمزق الناس أشلاء وصارت جثث بسبب شيء يسير جدا ولو أنه استمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واستمع لكلام الله عز وجل ما حصل له هذا ما حصل له هذا إذن أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا الهدي النبوي الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في كلمة يسير أو في كلمتين حرف وفعل لا تغضب ساعدت الدنيا إن فعلت هذا وساعد الناس وإن فعلوا هذا أسأل الله عز وجل أن نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نكون في حياتنا على على الطريقة الصحيحة على طريقته صلى الله عليه وسلم مؤتمين بأمره منتهين عن نهيه وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة